أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء التشغيل التجربية لمجمع الفيروز الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي إن المجمع يعد أول مجمع طبي متكامل يتم إنشاؤه في جنوب سيناء وفقا لأحدث المعايير العالمية اشتركوا في القناة